عاد رئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة العشرين ليبدأ التغريدة وفي وقت مبكر ركز على اجتماعه الذي كان الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين فدعا إلى المضي قدما للعمل بشكل بناء مع روسيا غرد بأنه مرتين مارس ضغوطا شديدة على بوتين بشأن التدخل الروسي في انتخابات الـ 2016 لكن بوتين حسب تغريدات ترامب نفى ذلك بشدة ترامب واصل في تغريداته الصباحية المبكرة أنه تحدث مع بوتين عن فكرة إنشاء ما وصفه بوحدة أمن إلكترونية لا يمكن اختراقها لمنع القرصنة في الانتخابات المقبلة وأنهما بحثات تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا لكنه استبعد تخفيف العقوبات على روسيا قبل حل المسألتين الأوكرانية والسورية تغريدات نقلت حيزا من اجتماع الرئيسين الذي جرى يوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية ونال الكثير من التوقعات التي سبقته والتحليلات التي لحقته مرورا بتفسيرات للغة جسد الرئيسين تغريدات ترامب عادة ما تجذب الملايين انتقادا أو إعجابا لكنها في الحالتين باتت تشكل مصدرا أساسيا في الإعلام الرئاسي ترجمة نانسي قنقر